السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات عشر مليار دولار هو الرقم الذي تعول عليه الحكومة كحصيلة صادرات خارج قطاع المحروقات سنة الفين وثلاثة وعشرين كأول مرة في تاريخ الجزائر الحكومة ومنظمات أرباب العمل من جهتها أعدت له العدة بجملة من التشريعات والقوانين والتحفيزات التي تعبد الطريق لتحقيق هذا المخطط ترجمة نانسي قنقر سنة الفين وثلاثة وعشرين أسعد باستضافة السيد عبدالوهاب زياني رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمونتجين الجزائريين أهلا ومرحبا بكم سيدي زياني شكرا على الاستضافة إن شاء الله سنتكلم على الاستضافة هذا إن شاء الله نعم إن شاء الله هذا نبدأ سؤال مباشرة الحكومة يعني وضعت هدف يعني بعد ما حققنا تقريبا سبعة مليار دولار خارج قطاع المحروقات سنة الفين واثين وعشرين الهدف الآن أكثر الوصول إلى عشرة مليار دولار خارج قطاع المحروقات سنة الفين وثلاثة وعشرين ما هي مقترحتكم لبلوغ هذا الهدف؟ على كل حال هذه الفرصة باش نتكلموا على هاد الأرقام يعني خارج المحروقات يعني كنقولوا كنشوفوا يعني المنطقة تاع الجزائر بوابة إفريقيا بوابة أوروبا والأمكانيات اللي عندها كي تهضر على عشرة مليار يعني حاجة قليلة كثيرا بزاف الناس يقولوا ربما الجزائريين ما عندهمش الامكانيات باش يطلعوا حتى العشرة مليار أو أكثر ولكن أنا نقول كمنظمة تعربة بالعامل والخبرة اللي عندي في السوق نقدر نقول باللي تدريجين نقدر نروحوا عشرين ثلاثين ربعين خمسين مليار وهذه يعني بسرعة تاع خمس سنوات يعني ماش حاجة على نقولوا باللي لازم بنا ثلاثين سنوات باش نلاحقوه بسرعة ولكن المرافقة تاع المؤسسات تاع الدولة لازم تكون جوار أرباب العامل في الفكرة في المشاورة باش نبنوا هاد الرقم لغير المحلوقات أكثر من عشر ملاير نظن باللي هذي الهدف هو كان مع رئيس الجمهورية باش يسجعنا باش نروحوا ولكن احنا الرد تعنا كان المرافقة طالبين يعني المؤسسات تاع الدولة نهدموا الدهنيات والبيروقراطية اللي هي كانت تعطل بزاف المؤسسات والتخوف يعني المؤسسات متخوفين باش يروحوا للسوق خارج الجزائر لأنه ما عندهمش ضمانات هنا وهناك لأن فيه يعني ميكانيزمات لازم يتحطوا يتحطوا باش المؤسسة تاع الجزائر تكون تحس روحها راهي مرافقة من دولة عظيمة وقوية خلف هذه المؤسسة اللي هي راح تخرج الخارج بالمرافقة تاع الدولة الجزائرية نعم كمنظمة أرباب عمل هل لديكم خطة هل لديكم قائمة خاصة بمواد يعني وضعتوها يعني للتصدير يعني خارج قتال المحروقات سنة 2023 نحن الخطة تاع المنظمة تاعنا ما تبدلش لأن المخطة الخطة هي عندها 20 سنة ونحن نديره في هذه الخطة وجاتنا هذا الفرصة الرئيس تاعنا يعني استقبلنا وهضرنا معه وعطينا له الفكرة تاعنا والخطة تاعنا هي اللي لازم اليوم نخلقه نخلقه الثيقة والثروة بالفكرة تاع المؤسسة تخدم غير المحروقات وغير الجزائر تخرج من برا بخطة كأول حاجة منطقات الحرة قلنا باللي بوابة إفريقيا الجزائر ولكن المنطقات الحرة مخصوصين منطقات الحرة رح يخدموا خارج الوطن يدخلوا ويخرجوا المواد الأولوية أو المواد المصنعة في الجزائر إلى بلدان اللي هما ما عندهمش لا ميناء لا طريق لهذا هذه خطة اللولة لازم يكون منطقات الحرة وغلنا يعني في الإخطي رح تعنا لما لا ولاية من ولايات واللي ولاية حرة كما نقولون سيتيو الولايات العليزي رح يتقيس ربعة بلدان ليبيا تشاد نيجر نيجير مالي تولي هي منطقة حرة رح تجلب المؤسسات الجزائريات حتى المؤسسات اللي رهم برا خارج رح يدخلوا معنا باش يشركوا معنا باش نصنعوا لهذا البلدان اللي رهم أنقلافي نظن باللي احنا الخطة تعنا أول حاجة هي المنطقات الحرة ثاني حاجة لوجيستيكية داخل الوطن عن طريق البر وعن طريق البحر هذه حاجة يعني مهمة جدا ثالث حاجة هي البنوك داخل الوطن مرافقة للمؤسسة وخارج الوطن باش تضمن يعني القروض باش يعودوا يرجعوا للبلد هذي كما نقولون العملة الصعبة هذية لازم البنوك الجزائريين يدخلوا وحنا تكون عدنا يعني التيقة باش البنوك تعنا أي واحد يتعامل معانا خارج الوطن يخدم على طريق البنوك تعنا اليوم ما شن نحن نديروا العشرة ملاير دولار ولكن كل عشرة ملاير هذو مرح يجوزوا على البنوك تعنا رح يجوزوا على بونوك أخرى ونرح نضيعوا شوية الفلوس ممكن يكونوا البنوك تعنا احنا نشجعوا باللي عدنا مرافق اللي هو يغطي يعني داسبي سيكوريتير فينانسيار هذه حاجة يعني مهمة جدا في البنوك تالت حاجة أو أرباح حاجة هي اليوم 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 تعلي مرشانديس هذه واحدة نازم تكون بنظرة يعني تخرج خارج الوطن كما أنا كما الأوروبي كما الأفريقي ما عنديش انكونترانت بيروقراتيك لتحبسني في حاجة هذه مهمة ولليبر سيركولاتيون تح أرباب العمل يعني رجال مؤسسات وكي نقول لرجال مؤسسات ما هوش أرباب العمل كما يقولوا راجل المؤسسة هو هو المعلم تاع المؤسسة تعول يزم نضمنه باش نديه ونجيبه حنا ما شي غير هذين لأن هذا الراجل هو يمثل الجزائر ويخدم على الإعلام كما يقولوا وقع الناس يقولوا أنا ما نخدم شعلم حنا نخدموا على الإعلام ولكن احنا اللي حبيناها كنقولوا على أس كنقولوا الدعم تاع الخطوط الجوية الجزائرية تروح في منطقات اللي احنا أحاب بينهم احنا نضروع العمال تعنا لاننا باش يرافقوا يعني يرافقوا لهذا البرودوي اللي احنا نصنعوه في البلاد تعنا باش يخرج خارج الوطن ولكن لازم لك هذا هو اللي يحبينه بعدما القوانين يخرجوا من هذك الدهن القديم ويرفقوا المؤسسة بكلها ما تقدرش دوق تبع التليفزيون منتوج في البلاد ويحبس في هذك البلاد ومعدد يقول لك لازم تخدمه وتصنعه ولا تريباريه انت ما عندكش كيف هتتروح لهذك البلاد نرجع لك سمحني دقيقة نرجع لك يعني وش رانا نخموه وش رانا نحبوه نصدره 2023 حتى 2030 ان الخطة تعنا لكن قبل ما نروح لهذا اذا سمحت فقط فالسابق كنا منتعدوش يعني 2 مليار دولار يعني في ثلاث سنوات الاخيرة انطلقنا يعني تدريجين وصلنا الخمسة وهذا العام سبعة ان شاء الله ووضعنا كذلك هدف الوصول الى 10 مليار دولار ما هي العوامل اللي خلت تحدث هذا القفزة يعني بخصوص صدرات خارج قدر المحروقات هو رجوع الثقة ما بين الرئيس وارباب العمل والمؤسسات الوطنية هذه اللي خلتنا باش نروح لانا اليوم كيتكلم مع رئيس تعك تع بلادك ويقول لك لازم ترفع واحد الراقب وانتم مهم المؤسسات وحنا المؤسسة نتقولوا بلعدنا الانتاج والامكانيات والقوة باش ننجو اكتر لانا اليوم باش تعرف سياسين الصناعة الجزائرية كيتشوفها كبيرة صغيرة بكل توتلي فيليار مرناش نديباسيو عشرين بالمية الانتاج عندنا الامكانيات نروحو اكتر واكتر ولكن خلات باللي المؤسسة قاعدة معاد لاكريس قاعدة لداخل بك في الجزائر ولكن كين خرجوا خارج الجزائر الانتاج الوطني يطلع والرقم يطلع غير المحروقات نظن باللي رجوع التقيقة ومرافقة تعلموا أسسات لانا شفتوا في هذه العوام اللي فاتوا ربما ارباب العامل يعني بكل رهم هنا في المساحة في الساحة الجزائرية يتلقوا عدة مرات مع الوزارات ويعطوا الفكرة تحهم ويغيروا بعد من مقبل ما يخرج قانون قال اسمح لي قانون الاستثمار نعم شحال مرة تغير تغير لانا كانت المشاورة من المؤسسة من أرباب العامل من المؤسسة تع الدولة والتوجيهات تع الرئيس قال يودي سهلوا الأمور وما تعقدوش الأمور نظن باللي كانت المشاورة ولكن المشاورة هذه ما نشو نقوله حاجة مليحة كما قال حقنا بمية هذه المشاورة كانت إلا عشرة بالمية مدى بنا تكون إن شاء الله مية بالمية باش نرحوه بنصرع نعم طيب الآن عودوا إلى قائمة انتم في يكون فيكم فيدرالية المنتجين الصناعين جزائيين وضعته ربما قائمة تستهدفوها كمونتجات لتصديرها للخارج ممكن تعطينا هذه القائمة نعم ما هي أول حاجة احنا كل تحويل المواد الغذائية احنا مقبل هذا باش نمده في القائمة ندخله في البنشماركينج اللي ندار في الماضي من طرف وزارة تجارة والمؤسسات الخاصة وأرباب العامل كانت مشاورة مع شركات ضخمة اللي كانت ترافق بلدان باش يروحوا للاكسبورتات هذه كنا خدمنا فيها عندها قبل الكوفيد نظن باللي هما داروا البنشماركين نقوم بكل صراحة خداو مصر تونس الجزائر مروك كود إيوار خداوها في كل هذا باش يدروا كمباريزان الحواج اللي نصنعين في بلادنا الجزائر في خمس يعني حالات خرجت دائما اللولة أو الثانية أو الثالثة دائما لأنه اليوم يخذوا كي يسبب مثال ياخد قرعة ماش حال تسوا في الجزائر يشوف يعني الجودة تحها ويشوف السعر تحها يلقى الجزائر السعر تحها أحسن الجودة أحسن والكمية كاية لكي كلاسيك نميرو أولادو هذ البلدان كي داروا خرجت الجزائر بلي عندها قوة داخلية ولكن جامدة جامدة هذين سنذهب في استراتيجية هذه استراتيجية هما داروها طبعا بالمشاورة معنا خرج الأول حاجة اللي خرجت في الجزائر هي المواد الغذائية والتحويل المواد الغذائية في الجزائر خرجنا براتيك ما نرى لولين ثانيا المواد الصيدالية يعني البرودو الانتاج الوطني ره قوي في الجزائر ولا تشغل في الجزائر والناس قعل خرجو نمر الثاني ثالث خرجو الإلكتروميناجي يعني المواد هذين اللي تعلن الإلكتروميناجي ره نخرجنا ترواز يمستراتيجي نركاتيك حنا زدنا كاتر يمستراتيجي ذوك السيراميك البرودو سانيتار يعني الاروبينيتري البرودو بلان ره نخرجن فيها مئة بالمئة ره ن فريمو كومبيتيتي في هذا البلدان والخامس الحاجة اللي ره ندخل بقوة حنا عدنا في فلاسيبا هي توتسكي سيريال يعني المواد السيريال اللي ره ندخل نجو فيهم وفلاحين ره نشوف الخطة تعنا يعني المواد اللي باش نخدم الزيت وهاديك الحواج ذوك حنا الفلاحين تبعونا كينان بروغرام ذوك الأجنبين ره نقول نعطونا مساحات في الجزائر نجو نزرع وندو دروك حنا هذو هما الخطة اللي دارينها دارينها سيريال سيريال فليار كي سيريال حاجة مهمة دروك رح ندخل حنا حتى في فورمسيان الشاق فليار لان واش تنتج البلاد باش نكفيوا بلادنا مام طوما نديروش العقلية تعم تانك مالحك مئة بالمئة في البلاد نروحش الخارج لا هذه خطة ما نقبلوها فلسفة نقولوا منظرك نخدموا البلاد وكميا نخرجوها الخارج باش نخلو الجزائر تبقى دائما موجودة في كل بلد تاع إفريقيا أو خارج إفريقيا حتى الأوروبيين اليوم حابين يخدموا معنا في التحويل تاع المواد الزيت والسكر وهذه في الجزائر نعم من بين ربما اللقاء سنين نلقاوها ربما في عملية تصدير خارج قطاع المحروق خارج قطاع المحروقات خاصة ما تعالق بالمنتجات الجزائرية هي ضعف التسويق ضعف الترويج التغليف والتعليب كيف يمكن تحسين مثل هكذا أمور سيد زيان نظن اليوم ما هوش ضعف يعني ما هوش ضعف لأن كانت الجزائر نعطيك يعني جانا واحد من كود ديفور يعني كونسولطان وجا شاف الجزائر قع وش رانا نصنعه وش رانا نغلفه وش رانا ننتجه وداق وكلا وشاف وصناعات وشاف يعني قال باللي سبحان الله قال باللي الجزائر هذه هي الجزائر اللي احنا نشوفها من الأول مرة جالجزائر هذه هي الجزائر اللي كنا احنا نشوفها من البعيد ولكن كشفتها من داخل قال انتوما أكتر من أوروبا لأنت اشتاعكم قوي والجودة كاينة حتى السعر تحويل اللي حبيت تقولها كاينة ربما ذو كاين بلدان اللي هما يسوشون سبيسياليزي في الإكسبور دايرين التغليف والصناعات تاع بعض من الأمور بريميوم أول كاليتي التاني كاليتي ثلاثة كاليتي هذه لازم ندخلوا فيها اليوم بس كندير الإكسبور لازم نكون في اللولين لازم تكون الجودة التاعي والرقم تاعي كن مع اللولين وما نكونش هنا في الأميديوكريتي نكون لتحت نظن بلي اليوم هذه فهمناها احنا كرجال أعمال فهمناها بلي لازم كيفاه ندخلوا الأسواق وراسنا مرفوع أنا نظن بلي كرئيس منظمة وراني نشوف المؤسسات التوعية اللي منظمين معايا هننزورهم ونشوفهم ونشوف الجودة تاحهم نظن بلي اليوم ما عنديش إشكال في أي سوق نقدر ندخل له ولكن نظن بلي المرافقة والميكانيزمات نزيده نفتح وأبواب الخروج الحاجة اللي رأي مصنعة في بلادنا بالمؤسسات تحت الدولة باش الدهن يتبدل في الجامارك في الضرائب في كل حاجة لازم تتغير لأن اليوم لاثونير تعني المستقبل تعنا لهو نخدمه نحن والمؤسسات تحت الدولة في أبجيكتيف واحد لهو الأبجيكتيف واحد نروحوا 30 مليار 40 مليار 50 مليار لأن المحروقات اليوم ما زالهم يعيشوا ما زال نزيده ورحنا الأجيال اللي راح نجيب باش نعلمهم هذي كما قلوه الدهن تاع اكسبور انو تغير امبور امبور نعم طيب من أجل ربما غرس هذه العقليات وهذا التفكير يعني التصدير خارج قطاع المحروقات شفنا أنه طبق لتعليمات يعني رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون هناك اليوم يعني إصلاحات اقتصادية كثيرة في الميدان كين قانون استثبار جديد كين كذلك أضخم ميزانية وضعوها يعني في سنة الفين وثلاثة وعشرين ما تظنش أنه هذه عوامل راح تساهم يعني في تحقيق هذا الهدف سيد زيان بالقانون يعني القانون تعال الاستثمار الجديد اللي راح هنا يعني نقدر نقول لك باللي أحسن حاجة درناها في الفين واثين وعشرين ربما تعطرنا فيه بزات تعطرنا فيه ولكن هنا بينتنا الحكومة باللي راح يدارت حاجة اللي هو القانون هذا راح يقعد عشرة سنوات ما يتحركش مليح ولما شي مليح نخدمو به ونحن نظنوا باللي راح المليح ربما يدى تيكس ده أبليكاسون سير شاك فراز لازم يكونوا مراثقات تع كل حاجة تكونوا حاجة ثانية اليوم درناها هنا في البلاطو عندك اليوم تكلمنا على لوندي القديمة اليوم راح لاجونسة جديدة راح يفتحت نظن باللي الفكرة تقلت باللي لازم تكون قدام المطار راح يقدام المطار نظن باللي كان باركينج لأي استثماء واحد يجي من الخارج يرافق الجزائري مع أجنبي عنده وين يدخل عنده كما يقول طابي الأحمر عنده يعني داسك يهضر أنجلي فرنسي عربية يقدر يستقبل أي حاجة نظن باللي مراحت منا من الفكرة وطلعت عند الوزير الأول عند رئيس الجمهورية وقلناها هنا ليما يعني لاجونس كانت يعني تحت وزارة الصناعة حنا ما نشنا نقول وزارة الصناعة ماشي مليحة ولكن حبينا نعطوها نرفع لها القيمة التاحة أعلى قيمة والرئيس خدق قرار باش تكون تحت وزارة الوزار الوزير الأول ورح يعني يعطيها عين مؤدرة نظن باللي هذا رد إلينا باللي واش نتو ما راكم تطالبو هنا يعني في البلاطو أو بالفكرة أو كتابيا أو كين تلاقاه في الملاقات نظن باللي الحكومة راه ترد تجريجيا صح ما نقولوش بللي راه تروح بوحد السرعة ولكن رانا نلحقنا وين قانون استثمار اليوم بلك هو أول حاجة لح تسهم في الإنتاج داخل الوطن والخارج الوطن باش نروحوا الأرقام هذو لأن ربما نحتاجوا أجنابيين يشركوا مع الجزائريين ويكون عندهم ضمانات قوية لو هنا ضمانات تاع القانون هذا يا أعطاه الرئيس الرئيس يقول نكملوا نعم طيب مشاهدي ومتتبعي قناة نهار النقاش ما زال متواصل فاصل إشاري ثم واصل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب وعودة لاستكمال للنقاش مع ضيفي السيد عبد الوهر زياني رئيس كونفيدرالية الصناعيين والمونتجين الجزائريين تكلمت وقدمت يعني العديد يعني من المقترحات ومن الحلول يعني من أجل الوصول إلى تعزيز يعني قدرات الجزائر في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات الآن تكلموا بخصوص الدعم ما هو الدعم الذي يحتاجه اليوم المتعاملون الاقتصاديون من أجل مرافقة هذا الهدف ألا وهو ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات نعم بما كل بلد كل بلد دعم يعني ولادها باش تخرجوا الخارج نعم باشهم بعد يعني يكبروا يعودوا ما يحتاجوش حتى الدعم هذا ما يحتاجوش لأن كين مؤسسات اليوم عندنا داخل المنظمة يقول لك أنا ما نحتاج ما نحتاج الدعم يفتح لي أبواب باش نخرج برك نصنع ونخرج وندخل العملة الصعبة ولكن نضم بلي كل مؤسسات صغيرة متوسطة أو بداية حتى بدأ لازم لها دعم كما طفل صغير يبدأ يكبر لازم تدعمه الأم بتاعه حتى نيو راجل يعود هو يصرف الأم هذا هو الدعم نحن طالبينه الدعم الأول هو اللوجستيكية لالوجستيك كما نقوله اليوم الدعم عن طريق البخيرة أو عن طريق كما نقوله سيارات ضخمة وكما نقوله عن طريق نسيتي وها معليش شركة وطنية لوجيترانس يعني إذا مندعمها بقوة خطوط الجوية لأنها تنترى تدير كما نقوله تدير بعد مواد تديرهم بسرعة لأن اليوم عندك ربما عندك شريك في إفريقيا أو في أوروبا يقولك بسرعة أعطيني أعطيني مبلغ تاع الأسعار هذا تاع هذه المواد لك تصنحها وكذا وكذا هذا هو الدعم نحن نحتاجه الدعم لوجستيكية ذوك الحمد لله كان فيها خالل هذا العام يعني في الدعم هذا ولكن نظن باللي الرئيس أعطاه يعني يعني أعطاه أمر باش الدعم يولي في مكانه طلبنا الدعم يطلع حتى الـ 75% طلعت الدولة الجزائرية طلعتها الـ 50% ولكن هذا العام يعني كان في خالل الناس ما ما تحصلتش على الـ 50% ولكن اليوم كما القانون تا الاستثمار جاء قرار باللي أول جنفير يبدأ الدعم بـ 50% لكل شاحنة أو كل يعني كونتونير أو خارج أو أي حاجة بضع يخرجوا عن طريق قطوط الجوية أو كذا اليوم نظن باللي أو أمر هذا رح يطبقوا كما القانون تا الاستثمار يكون ناس على بالها باللي اليوم تخرج لأن هذا هو الي نحن عاونه لأن مؤسسة ربما مؤسسة متوسطة ما عندهاش الإمكانيات باش تشحن هذه البضايع حتى الحدود وكذا ولكن كي الدعم مع المؤسسات اللي عندنا وإحنا نشجع لوجي ترانس باش يعني يلي عندها القوة كانت ترافقنا هايل عند وقع الشركات اللي يشحنوا وينقلوا يعني المؤسسة ربما تدي كونتونير أو كاميون تان 20 طون يخلص المؤسسة تخلص إلا 50% والمؤسسة تشحين والنقل هذيك هي اللي ترح تجيب 50% من عند وزارة تجارة نظن باللي هذي عملية حال المؤسسة ولكن هذو المؤسسة اللي يشحنوا وينقلونا ما لازمش نقلوهم بالتقل تعل الإدارة لما تردلهم شذيك 50% نظن باللي أول جنفي ميكانيزمات ونحن نشجع وزارة التجارة باش يعني تروح يعني بيكون شفافية أي واحد يشحن وعنده فاتورات وخرج وجاب العملة الصعبة تقعو دخل هالبلاد يخلص بـ 50% تتاعو بيكون أمال يعني في اللوجيستيك تاحها ماشي غدوة ما يدخلوش 50% بل ما راح خاسر هو خاسر هو كيدير السعادة أو البيع داخلها هذا الدعم الأول الدعم الثاني هو الدعم التعني هو المعارض لأن المعارض اليوم راه الدولة هي اللي الدعم فيهم باش نخرج وحنا الخارج هذا المعرض اللي راح نحو في المعرض باش نخرج يعني المضايع تعنا والمؤسسات تعنا تكون مشاورة ما يديروش بروغرام كم يحبو يديرو بروغرام يعني هذا يكون من عند المؤسسات توجيهات وهو ما يديرونا ويدعمو يدعمونا المعارض ويدعمو رجال أعمال اللي يروحوا في هذا لأن الرجل الأعمال يروح ولكل يجب يدعموه هو والعمال يروحوا باش يبيعوا باش يجيبوا يعني يجلبوا هذا الأجنابي لنا هذا كل هذا الدعم اللي احنا محتاجينو والدعم الثالث هو البونوك البونوك اليوم لازم ندخلوا معها في الدعم كيفاش نقوله الدعم الدعم البونكا مديرش تقولك ندعمك لازم نعطيك قروض أو نعطيك فلوس وترجحهم البونكا بيانشور طيب ولكن في الإكسبورتاسون لازم يبالك ربما يكون عندها حاجة سبيسيفيك وإن أي واحد يدي الرقم كبير في الإكسبورتاسون ولازم لو يكون عنده فان درولمان باش يجيب مواد أولوية هنا لازم للطود انتيري ينقص يعني اليوم البونك المركازي ربما نقولوها اليوم ماشي هذا يعني الكلم عليه البونك المركازي تكري البونك تاعة التجارة تكريها بـ 2% والبونك التجاري ما تكريش يعني المؤسسة بـ 9% لازم بلا ربما تكري إلا تدي واحد أو 2 أربعة هي البونك الأم البونك الأم اللي هي تكري الفلوس رحي تدي 2% والبونك تاعة التجارة ربما ربما في الإكسبورتاسون الريدوكس دو طود انتيري الو فينسمن لفن دور المون تاعة المؤسسة لك يكون مدعم عند البونك باش ترافق المؤسسة لأن المؤسسة كي تخرج خارج الوطن ربما تخرج يعني الحاجة اللي هي تصنحة في البلد ولكن الرد باش لفلوس عاود يقول له يطلبوا وقت كبير نعم دائما و هذا الوقت يكون مدعم عند البونك باش تسيبورتي للمؤسسة باش تقدر تكمل تسويق تحاد تحادة البضاعة في البلاد الثانية يعني حاجة مهمة نعم دائما في هذا السياق رئيس الجمهوري أنا في أحد اجتماعات مجلس الوزارة أعطى أوامر وتوجيهات باستحداث يعني بنوك جزائرية في الخارج هل هذا ربما رح يساهم ربما في دعمكم أنتم كمتعاملين اقتصادين في عملية تصدير نعم نعم نحن اليوم البونك عندهم دور كبير نعم 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 البونك لما ترفقش المؤسسة الوطنية المؤسسة الوطنية ما رحش تنجح أنا نضم بالي البونك والرئيس أعطى التوجيهات ونضم بالي البروغرام هذا كان عدنا قديم احنا يا قديم وتكلمناه مع الرئيس وقلنا له أول حاجة نحطوا البونك تعنا بقوة في الخارج ما هي المناطق اللي تشوفها ضروري يتواجد فيها بونك شوف يعني احنا فرحنا لأن ما قدش نسيته لبونك يعني البونك العمومي خدمت معاهم أنا نضم باللي كنت سابقا بزات في إفريقيا مدة عشرين سنة وننضرس في إفريقيا وستراتيجي كيف شنحطوها أنا طلبت للرئيس قلت له ما نحطوش ألف بونك ولكن أعطينا بونك تكون إلا في بلد كما نقول ناضر على المنطقة تح إفريقيا نبدو في سينيغال هم وعطانا ربعة في إفريقيا موريطانيا سينيغال مالي كود ديفوار ومعند نزيد وحد أخرين ديجا هادو ربعة رح يتحطوك ونظن باللي رهم على حساب القول والعامل اللي راني أنا ثاني ترافقتهم البونك باش يحطوا الأساس تحهم خارج الوطن وكون تلتما ودرنا اللوبيزم تحنا باش يعني تنجح الأمور اللي بازيس تروى بوينة تلتنوا قتلهما مهمين الإفريقي والبونك الجزائري تقول لك أنا كين نروح أنا في بلاد إفريقي إنا ضرع المنطقة إفريقية وعند نروح لأوروبا تقول لك أنا وش ننبح وش نربح وكين نشوف تبادل تربح تربح أولا ضمن ربح المؤسسة الوطنية اللي هي تخرج تراح تكسبورتي والدخل كما نقول عملة صعبة هذه واحدة تاني نقطة هي ما نقول لك كومينوتيا الجريان كومينوتيا الجريان عندها دور كبير ودراهم تحهم اللي مرم في بونوك أجنبيين يقول لك أنا جزائري عايش في أي منطقة في إفريقيا حتى تكون بونكا في بلاد وحدة أخرى نحن نحط دراهمين نحطهم في البنك في الجزائري عندي ضمان في هذه البلاد تالت حاجة أفريقا عندهم تيقى كبيرة في الجزائر أكبر بلد في إفريقيا هي الجزائر أكبر مؤسسة سناحية هي الجزائر في إفريقيا بعد أفريق دي سود دونك هذه التلت نقطة رح البونوك يستفادوا منها باللي البونوك مرحش يضيعوا كي نحطهم في منطقات رح يخدموا مع أفريقيا والجزائر اللي هم لوكال وإحنا كمؤسسات تكون عندنا ضمانات بس البونوك ترافقنا بس ترجعنا العملة الصعبة لبلادنا يعني تلت نقطة ننجحوا فيهم بهذه الخطة نعم طيب بالإضافة إلى البونوك ما هو دور اليوم الجالية الجزائرية في الخارج ما هو دور خاصة يعني السفارات الموجودة في كل دول العالم من أجل مرافقة هذا البرنامج وهذا المخطط وتلقي يتصدرت خارج ختال محروقات فيه يعني نقول لك احنا كفكرة على أرباب تعال الآمل أرباب العامل يفكروا بسرعة كبيرة ربما نهضرو كما نقوله في الطريق احنا نفكروا بمئتين كيلو مت في الساعة أو ألف في الساعة السفارة تعنا تفكر بخمسة في السرعة كيلو مت في الساعة هذا هي الخالل اللي كان مبينتنا احنا عدنا توجيهات عدنا رؤية عدنا فتوى ولكن هذه الفتوى ما تقسنيش غيرنا لازم تقس كل هذه المنظمات اللي هما السفارات تعنا السفارات تعنا راهم يخدموا ولكن قليل على القليل هننضرب اللي لازم يفطنوا ربما يفطنوا في أوروبا لأن اليوم عندنا بزاف قوة باش ننخرجوا لأوروبا ولكن لازم تكون إشهار تاعة الجزائر داخل في كل بارد الأوروبي في إفريقيا ثانية إفريقيا اليوم يعني نقوله الماركوتينج اللي لازم تديروا السفارة أول حاجة كل أول نوفمبر لازم يكون نعيد تاعة الجزائر وعيد تاعة هذه السفارة تاعةنا في هذه البلاد تعرض كل الناس باش تعرف بالجزائر بالاستقلال تاعة والإنتاج تاعة داخل السفارة اليوم تروح في السفارة هنا في بلادنا تدخل في أي سفارة تاعة الخارج يا فريقيا أو أوروبيين أو أمريكا أو كذا الدخل لتاحم ديجا تشوف باللي عندهم دي فيترين تاعة البرودوية داخل السفارة تاحم كي تدخل تشوف سوى ماكينات سوى موات أولوية ديجا تعطيك يعني بالنظرة أنا نضم باللي اليوم لازم دور تاعة السفارة تاعة تكون قوية باش تمتل الإنتاج الوطني خارج الوطن بلا كومبليسيتي تاعة أرباب العامل والمؤسسات لأن الأرباب العامل هما راهم أو سيرفيس تاعة السفارة وإحنا رانا دائما نخدم معهم ولكن حبينا تكون سرعة أكتر وأكتر من جهة تحهم لأننا عدنا نيفو تاعة سرعة ولكن هما لازم يدخلوا في السرعة تاعة باش يعني ينفضي كي للبرودوية ألجيريا بيكون قوة في الخارج نعم طيب ما تظنش أنه ضروري الاستثمار بكثرة لأنه بدون استثمار لا أظن أنه راح نقدر نوصل لهذا الأرقام سيزيان نعم 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 اليوم قبيلة وش قلت لك قلت لك باللي عدنا مؤسسات والإنتاج داخل الوطن وربما مراه يدير باش نكفوا البلاد رانا نجوب ما بين 18 20 25 بالمئة ما نهضرش على بعض من الأمور كما الصيدلية أو المواد الغيدي رانا في 100 بالمئة ونظر على القالي سكتور نظن باللي اليوم ديجا عدنا الاستثمار موجود والصناعة ما هيش تضر بقوة وعدنا حاجة اللي هضرناها لكن ضروري استثمارات جديدة يعني لزيادة الصديرة لأن اليوم عند القالي فيليار يوجد في بلادنا كل فيليار تحوز عليها في الجزائر موجودة ولكن ديجا عندنا الخبرة في الجزائرين ورجال أعمال عندهم الخبرة 50 مليار خارج المحروقات اني خدموها يقول لك لازم لإستثمار جديد باش نكمل وراح نقول لك بللي اي صناعة في الجزائر موجودة راح يبالك الماكينات عندهم 10 سنوات 20 سنة لازم تجديد لازم تجديد وهذا راح يكون من عند المرافقات تاني بتاع هذا هو الدعم تاعي ما نقوله لاجنس يعني الجديدة لوندي هي تانت لازم اي واحد مؤسسة يطلب تجديد تعاون وتانت باش يدخل يعني ماكينات جديدة ويكمل يعني عنده انفيزيون تاع الاكسبور وثاني تعدنا دي سكتور اللي احنا ماناش نمترزيهم بيا بالمياه لازم تكون القانون الاستثمار ذكره ويسمح لكل حاجة الراجل الجزائري والراجل الخال الأجنبي لازم تكون المرافقة تاعوا في هذا النطاق باش يكون شراكة شراكة في استثمار اللي احنا ماناش نصنعهم في البلاد يعني عدنا بالدفع حويج احنا نخدمهم ولكن بلك حويج صغار ماناش قاع نخدمهم وماعدناش الخبرة عليها منقدروا نشركوا مع أجنبيين نعطيك مثال حاجة صغيرة الناس هيتشوف غير أوروبا وامريكا نعطيك المالي واش قلي مالي يعني في المالي لقيت معاه في سينيغال قال يشوف تفتحوا منطقة حرة أنا واش حبيت قال نجي نشرك معاك في الجزائر ونصنع في الجزائر مئة بالمئة باش نده لبلادي ولكن القانون يسمح له باش يجي استثمر في بلاد أنا اليوم ما يسمح ليس باش نستثمر في بلاده هكشوف هذه حاجة لازم نفتحوها باش تدخل منطقة لازم تستثمر هنا وزي تستثمر في البلد اللي راي قدامك باش تربط الأمور نظن باللي هذي الفكرة هذي كلها دعم وتدعيم يعني الدهنيات تاعنا باش يتغيروا باش نروح وضلافهم ونظن باللي رئيس الجمهورية يعني عنده واحد الفكرة عجة اكس روضينا نقولها نشجعه في الفكرة تاعه ونحن لازم نخدمه أكتر مؤسسة تاع الدولة والخاصة وكلهم لازم ندخله في الفكرة هذي لازم نصرحوا الدهن تاعنا للخدمة داخل الوطن وخارج الوطن اليوم احنا نهضر على الرقم تاع المؤسسات تاع الجزائر باش يعني نكونوا قويين لازم تكون عندنا 2 مليون مؤسسة داخل الوطن باش نقدروا نلحقوه 50 مليار اليوم احنا الرقم راه قليل لانا ملحقناش 500 ألف مؤسسة لذلك هذا هو لازم الرقم يطلع في المؤسسة لذلك ثلاث مرة جديد سرح يعني المؤسسة تخدم في كمفليار جديدة وهذا وهذا مع الأجنبيين والجزائريين أو الأجنبي وثلاثة من شركة وتمشيك أمور نعم دائما بخصوص قطاع الصناع تحب تكلم على قطاع الصناع سيد زياني اليوم يلاحظ في عملية تصدير يعني في قطاع الصناع أنه معظم المنتجات التي يتم تصديرها يتم تصديرها على شكل خام يعني مواد خامة لماذا لا يتم تحويلها وتصنيعها من أجل أنه تكون عندها قيمة أكثر يعني نظن كين طالب وكين رض ويعني نحن نقدره في الجزائر نخدمه يعني حاجة كما تقولوا أعلى حاجة نقدره نخدمه في الجزائر ولكن كين سوق وتسويق نظن بليه اليوم كين حواج لازم نخدمهم في منطقات يعني سبيسيفيك ويتطلبوا يعني يعني كما نقول كما تقول حاجة مصنعة محولة في الجزائر ولكن عندها يعني يعني تحها كبيرة يعني اليوم كين دي بيست دي نيش تعليمارشي وين لازم تخدم هذيك الفخامة تحذك البروديو وتلحق لها والجزائر يقدروا ولكن لازم تكون يعني كما نقول كين دي رجيس دي كومير سبيسيفيك على الإكسبور كين دي شمبيون لازم تعطيهم وحدهم كل واحد لازم ترجع لقيمة تاعه في كل واحد في مقامه وفي منطقة تاعه لازم نظن باللي تكون مرافقة وما نحن لحقين في هذا الشي رأنا في البداية هذا وشك تطلب ولكن عنا في البداية قادرين عليها ولكن يكون معنا شركة باش نروح رئيس الجمهورية يعني خلال ثلاث سنوات اتطرق العديد من الملفات غار جبيلات ليفيه يعني مادة أولية قادر تساهم ربما في زيادة صادرات يعني الحديد مستقبلا اتطرق لموضوع آخر في قطاع الفلاحة هي الزراعات الاستراتيجية من أجل تحقيق الاكتفاء ذاتي ثم التصدير كذلك اتطرق للملف أهم لهو الأسطول يعني البحري الجوي من أجل إعادة الهيكلة وتدعيم هذا الأسطول ما تظنش أنه كل هذه العوامل بإمكانها أنه تساهم ربما في تحقيق كل هذه الأهداف وبالك نقدره نوصله لأكثر من عشر مليار دولة نعم ماشي بالك نحن نقول بالك سمان ولو اللور نعم نحن رأى في رأسنا بللي لازم نطلعوه بسرعة إلى عشرين مليار ثلاثين مليار لأنه جزائر ضخمة قلت لك يعني عندها كل إمكانية ولكن لازم بعد من البيروقراطيات تسخر بعد من القاونية تغيروا ذلك ما تقدرش واحد تلبس له كوستيم هو يلبس كارونتو تجيب له كوستيم خمسين ولا ترونتو ما يجيش لازم قانون يجيه قدو قدو قد المؤسسة ما هيش قانون لازم ورقة تطلب ورقة وهذهك الورقة تطلب عشرة ورقات ما هذه لازم تتنحها عن طريق اليوم نهضروا على الرقمانة نظلم بالليس يوم بريوريتي على الرئيس الرقمانة نجم حاجات تدخل في كل مؤسسة نظلم باللي أي مؤسسة باش تنجح لازم تكون عندها الرقمانة التحاد داخليا وثاني باش نقول باللي صح يعني الرئيس فتح يعني بول ستراتيجيك هذلي بول ستراتيجيك ربما وليجيز مولي عدنا وحابين يخدموا معنا ولكن رغم هل دولة الجزائرية تعطي الضمانات هل ترد لنا هل تضمن لنا ننظم بالقانون الاستثمار رد على هذا الشيء وثاني بزاف شركات الجزائريين الوطنيين محابين يستثمروا في مشاريع كبرى ويروحوا في هذ يعني استراتيجية ولكن هما ثاني نجم تضمن لهم السوق لأن اليوم السوق نقدر نفتحوه ونقدر حتى نبروتجيوه ليس غدوة تخلي واحد يستثمر مليار دولار وتخلي الباب مفتوح من كل جه يجب يستثمر يسوق في الجزائر وخارج الجزائر وتضمن المكان تاعه هذه هل هي استراتيجيات التي يجب نحط هم ربما عدنا نتحد مع اليون يوروبيا لازلي كاف بلدان العرب ولكن نعرف كيف نحمي الانتاج الوطني داخل الوطن وليخرج الوطن هدو الميكانيزمات اللي لازم ندرسهم ملحق نهمش يعني باش يكون عدنا ضمانات 100% ولكن نرنا في هذا الانتجاج نضم الانتاج الوطني يطلع بحماية الانتاج الوطني هدو هدو اليوم بزاف ناس يقول غلقوا وقع الابواب حاجة ما يتدخل ابسح الانتاج داخل الوطن كاين كاين الخير ماشي نازي يقول كاين كارنا في كريز ما كاين الخير داخل الوطن كاين الصناعات وكاين ضمانات مؤسسات بلي يقدروا يكفي كل بلد ويخرج خرج البلد ولكن هذي بدات بالحماية المنتوج الوطني ونظن بلين نسجعوا هاد شي لأن مدة عشرين سنة ربما فتحنا ديزاكور معالين يوروبيين وبلدان تعال العرب لو كان تعاف الرقم اللي خرجنا هاليوم تقول لو كان مادرنا حتى أكور نقعد كامير نقعد لماذا ندروا اتفاقيات باش نخرجوا الفلوس ومربحنا والو 300 مليار دولار خرجت وش كنا ندروا كنا نجيب وبرك ما كنا نجيب وهي كانت الاتفاقية كانت ما بين محصلة نعاون في تكنولوجيا نحط لك مؤسسات تدخل المنطقة التاعية ونخرج الميزانيات تجد 300 من جهة و25 من جهة 25 في الجزائر و300 من عندهم ماهنا ماهيش بازيس سوران ترافاي 50 بالميال رابح ما فيه رابح رجوع من تطلع الانتاج الوطني ربما بزاف الناس نقول بالجزائريين والدهل من الجزائريين ونقول الجزائريين صح راكم تكريتيكي وتقول برودي تعنا ناقص ورغ غالي من الخارج ولكن هذه البداية تكون تكون الانترن وتكون وتطلع وتفيد وتروح الخارج نعم بخصوص المناطق الحورة تكلمت عليها في العديد من المرات تكلم عليها في البلاتو خاصة المناطق الحرة على مستوى المناطق الجنوبية اليوم ما هو النموذج الذي يجب اعتماده باش تكون هذا المناطق الحرة مناطق منتجة لتفادئ ربما التجارب السابقة خاصة منطق الحرة اللي كانت في ولاية جيجل وبعض ولاية أخرى يعني ما هو اليوم النموذج الذي يجب الاعتماد عليه لو كاننا هضروع الماضي ما نقدروش نرجع للماضي لأن الساس ما كانش ما كانش المستقبل أول حاجة هو القانون تعالي استثمار لأنه هو الساس يجي أجنابي والجزائري يحب يستثمر عنده ضمانات عنده ورقة من عند الدولة الجزائرية يضمن له كل شي اللي محتوط في القانون تاني حاجة ما نضقت الحرة في الماضي ما كناش واجدين ما كناش واجدين وجزنا عشرة سنوات وعشرة سنوات وعشرة سنوات وحنا نحوس على الموديل كما قال الجزائري اقتصادي ولكن اليوم أنا واجدين حاليا واجدين واجدين اليوم نقول لك باللي لازم يكون يعني تقرير ونقول أنا نشجع الرئيس تعنا باش يقول الولاية الفلانية منطقة حرة مية بالمية هنا راح تجلب داخل الوطن وخارج من الوطن يدخلوا ويروحوا لكم وكا أنا قلت لك شفت منطقة تاع إليزي رحت لمنطقة سينعية واشتق بني الوالي وهديك وشفت شفت الامكانيات اللي داروهم وما تجاوش الناس ما تجاوش باش يحطوا وحتى كما قال فيه يعني مدولك حتى عشرة سنوات ما تخلص وما تجاوش الناس ولكن كتعطيها يعني الصنف تاع منطقة حرة مية بالمية راح تجلب بزاف الناس نحن اليوم عدناش مؤسسات في الشمال رام يخدموا بقوة ولكن ما عندهم عدنا دو سيزن عدنا سيزن باس كما ذكرنا من أكتوبر حتى الفيفري ستون سيزن باس الجزائريين ولكن هذا الأشهر هذو الخمسة شهر هذوي أو أربعة شهر راهي راهي سيزن أوت عندهم تتصور باللي حنا في أبواب إفريقيا وعندها منطقة حرة والشركة تعنا في الشمال راح ندخلوا في المنطقات الحرة ورح نخرجوا منتم بقوة لأن الشركة اللي رايحة في الشمال راح تزيد تربح والدعم هذا اللي كنا هضرنا عليه عن طريق عن الطريق يعني يكون ما يكونش على يكي ما قال إنسلسانس يعبط من الشمال الجنوب ومن الجنوب للشمال لأن نطلعوا مواد الأولوية منتم المنطقات الحرة من الشمال اللي هي عدنا القهوة وعدنا للاتيكس اللي هما عند الجيلان نحن نجيبو فيهم من بلدان بعيد للاتيكس نجيبو فيهم الصين من الهند والقهوة القهوة رانا نشروا فيها من الكود ديفوار أول بلد اللي تجيب القهوة هي الجزار في إفريقيا من الكود ديفوار لأنه أكبر يعني اللي يخدم في القهوة في هذه المنطقة ولكن وين نجيبو القهوة نجيبوها نشرها على الإزان ترميدير لرا في إسبانيا ولرا في لندر ولرا في باري نحن مدى بنا هذه المنطقة الحرة والولايات الحرة يفتحون طريق مباشر عن الإنتاج لعندهم داخل الوطن اليوم نخدم العجلات في بلدنا نسحق اللاتيكس وعليش نحن نجيب اللاتيكس هنا ملاشين محطوط هنا في إفريقيا يكون أنزون فرانس ومحش يخلص درائب تكون أقرب إليه ويقدر ينتج هنا ويزيد يخرج العجلات إلى الخارج يعني هذه مثال يعني أمثال كثيرة ونضم للمنطقة الحرة ونلحق إن شاء الله حتى الناس مؤسسات لما يقدرون يروحوا للمنطقة الحرة تكون المؤسسة الحرة في أي مكان أين تكون نعم وكيف يجب المناطق الحرة المناطق الحرة رح تجيب يعني ثروة للبلاد ورح تجيب يد العاملة اللي عندها الخبرة وتخلق التنمية أيضا نعم لأنه لأنه اليوم عدنا أولادنا اللي رأيه في الجنوب وربما محتاجين يخدموا ولكن كنت يقولوا رح في الشمال بعيد على داره رأي 3000 كيلومات 2000 كيلومات يقدر يجي يخدم هنا يحتاج يرجع لكن نخلط الخبرة اللي رأيه هنا في الشمال والجنوب ونخلط في هذاك المكان في هذه المنطقة الحرة يعني كما نقول الثروة الخبرة وثروة الربح كل حاجة رح تكون في المنطقة الحرة وراح يعني كما كان منطقات كما تشوف الولايات اللي رأهم خلقناهم جدد ما عندهم شعني كبيرة ما عندهم شعني 500 ألف أو مليون تعمر تعمر بالمؤسسات والناس اللي راح يجو يستعليوا في هذاك المكان نعم ونمط تسير كيف يجب أن يكون سيريزيا منطقة يعني كما ندرنا ولاية حرة راح يكون قانون كما يقول مناسب للمنطقة الحرة لكنا نحن اليوم ما راحش ننفونطيو منطقة حرة قال جزيرة راح تدير منطقة مذا نشوفو وش دارو الاخرين وكيف كيف الوالي الوالي يكون عنده وحد الإمكانيات في المنطقة الحرة قوية لأن يجلب المؤسسات تع الشمال تع الجناب تع الجيران لازم يكون قوي راح يكون الوالي هو يكون السافر هو راح يكون الموال هو يكون كل شي هو يكون والي قوي في المنطقة ت principalmente حرة باش يعني يبين بالمنتقة الحرة في الجزيرة تولي خضراء في الستراتيجي كما نقوله التحويل اليوم نهضر مع الناس لا يتحول يعني الأعلاف هذه الماكلة تعلن البيطاء اللي نعمح تحاجوها ربما اين دي ولاية اللي راح تقيس ثلاثة من البلدان غير التحويل هنا في الزراعة والكونسانترين راح نخدم حاجة كبيرة حاجة كبيرة للخن راح تولي كلها خضراء هذا هو لازم يكون والي ويكون استراتيجي قانيمي واش محتاجين الجيلان واش نحن نقدر نخدمه لهم وليهم نعم كلمة آخيرة سيد زياني تفضل كلمة آخيرة ان شاء الله يا ربي العالمين احنا نشجع الرئيس تعنا باش يروح في هذا الاتجاه ونشجع المؤسسة الجزائرية الوطنية باش تكون يعني متابعة في هذا يعني البروغرام اللي هو قوي باش نكون قويين في المستقبل باش الجزائري تطلع القيمة تعوى والقوة تعوى يا سلام دائما متفائل سيد زياني بالتوفيق ان شاء الله سيد عبد الوهاب زياني رئيس كونفيدرية الصناعيين والمونتجين الجزائريين شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وسعيد كثير باستضافتك ان شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر